تعالوا بقى نتكلم لأنه خلاص التوقف الدولي بيخلص فعايزين نتكلم شوية عن نادي الأهلي بكرة مطش المنتخب حنروح للمنتخب لاحقا في جزء لاحق من الحلقة لكن النادي الأهلي عدتدى انطلاقة ممتازة في بطولة الدوش كسبت الإسماعيلي أربعة كسبت البنك الأهلي واحد تمام كسبت الزمالي خمسة فبالتالي مفيش أحلى من كده أقوى خط هجوم في الدوري بعشر أهداف مع أول ثلاث جوالات لكن الأهم اللي جاي انت لما كسبت الثلاث جوالات دول بالتفوق والجدارة والاستحقاك انت لسه ما حققتش حاجة انت لازم تستغل الانطلاقة دي فيما هو قادم من مباريات في بطولة الدوش لازم الانطلاقة دي تكون أكبر دافع بالنسبة لك انك تقدر تكسب وتقدر تلم عدد كبير من النقاط في بطولة الدوش ليه؟ لأن يا جماعة بصراحة بصراحة المنافسة قوية جدا ما تبصش لنتيجة مباريات الأهل وزمانك ان الأهل يكسب الزمالك خمسة الزمالك نادي كبير فريق محترم قايمة جيدة من اللاعبين ما نقدرش نقول غير كده انت أفضل آه طبعا انت قيمتك أفضل لكن في نفس الوقت المنافسة موجودة فعندك الزمالك عندك بيراميدز عندك بعض الأندية اللي بقى عندها تدعمات بإمكانيات كبيرة جد أمثال فارك وفيوتشر الاتحاد السكنداري مش عايز أنسى حد فيه فرق تقيلة جدا فبالتالي مهم انت تعمل ايه؟ تستغل الانطلاقة دي في انك تواصل الانطلاقة بالشكل المميز وتقدر تلم نقاط لأن في كل الأحوال يا جماعة برضو نبقى صرحة مع بعض واضحين ممكن نقض نلوم عن التحكيم من السنة اللي فاتت أن كان فيه أخطاء تحكمية وده فعلا كان فيه أخطاء تحكمية لكن في نفس الوقت كان فيه تقصير كبير من الفرقة في نفس الوقت احنا اتدلعنا شوي النادي الأهلي بصراحة اتدلع السنة اللي فاتت شوي الفرقة اتدلعت شوي بعض المحطات بسبب ظروف مختلفة وبسبب أن انت كنادي أهلي عندك شعور دائم أنت ممكن تكسب أي مبارا في أي وقت بحكم إمكانياتك وقوتك وقائمتك الكبيرة ولعبتك المميزة فده أدل إيه؟ أدل لبعض من التراخي الغير مقصود أبدا من لعبي النادي الأهلي بالتالي أدل أيضا أدل فقد عدد من النقاط اللي كانت سهلة أول لنادي الأهلي الموسم اللي فات فبالتالي أدل إيه برضو أنك خسرت بطولة الدوري هي عوامل كلها اتحدت مع بعض وخسرتك بطولة الدوري فكان فيه إحنا أسرنا شوي لازم إحنا بقى نتعلم من الدرس التعسل الفات الده أن أنت ابتدت بداية ونسبة قوي كملها عندك ماتش المقولين عندك عدد من المطشاط المهم وأنا هعرض لحضراتكم دلوقتي جدول مطشاط الأهلي اللي حيبتدي من يوم الجمعة أهو زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة عندك الأهلي مع المقولين فرقة في الكورة رخمة مدرب كويس جدا كابتل عماد النحاس ماتش يوم الجمعة اللي هو يوم 19 من الشهر الجاري حتكون على السادة الأهلي والسلام مباراة صعبة؟ طبعا مباراة صعبة بص بقى المباراة اللي بعديها اللي حتكون يوم اللي 2 على طول هتلعب مع مين؟ هتلعب مع غازل المحلة غازل المحلة اللي عنده 7 نقاط من أصل 9 في بطوط الدوري هذا الموسم لعب 3 مطشاط اتعاد المطش يعني لو أنا اللي أذكرها مش خيناني يعني اتعاد المطش وكسب 2 فعنده 7 نقاط بادي بداية ممتازة فمطش صعب صعب وفي المحلة وانت السالفات تخسرت من المحلة هناك في ملعبها فادي ممباراة تانية صعبة أنا بتكلم عن المطشاط بقى اللي قبل التوقف بتاع كاس العرب وبعاكيه عندك سموح فرقة كبيرة بإمكانيات كبيرة كابتنا أحمد سامي بلعبته المميزة بكلام من ده فمطش كمان صعب هيكون يوم الخميس 25-11 وبعاكيه بقى فيه توقف باكيه هيبع عندك future pyramids مطشين جندين قوي 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 فبالتالي انت مهم إيه تركز على الثلاث مطشاط اللي جايين دول علشان تقدر ان انت تتحقق فيهم تسع نقاط آخرين تضيفهم لرصيدك وتبقى وصلت أو وصلت الانطلاقة المميزة في بطولة الدوري عشان تتفادى ما حدث في الموسم الماضي من انتكاسات أو دروبات بسيطة جدا خسرتك بطولة الدوري فالمسئولية هنا على مين على الجاذب الفني واللعبين طبعا فرحانين بيهم ومبسطين بيهم جدا وطيرين بيهم جدا بالاسلوب والمستوى والأداء الفني والتيكتيكي وكل حاجة من الجاذب الفني ومن اللعبين لكن الأهم الاستمرارية وده اللي احنا منس عليه وده اللي احنا منأكد عليه جمهور الأهلي واعلام النادي الأهلي ان احنا ان شاء الله بإذن الله نشوف فرقتنا زي ما هي كده في أحسن صورة فالتركيز كل التركيز مطلوب خلال المرحلة المجبلة ده فيما يتعلق بالدوري وعودة الدوري بعد التوقف ومباراة النادي الله اشتركوا في القناة